عنوان أستاذ أحمد جلال كلر يطلب مهاجم أجنبي وفريرة يعلن الاكتفاء الزيتي آه هو كلر يعني طلب تحدد أنه هو عايز مهاجم أجنبي هو ترتيبه زي ما أنت قلت شاري حسين محمد شريف حسام حسن مع أن من وطيط الودية حسام حسن هو اللي كان رقمه وحينا قلنا أنه حسام حسن وإنه هو اللي هيركب والترس اللي هيشتغل لكن هو عدل الترتيب بقى شاري حسين رقم واحد ثم محمد شريف رقم اثنين محمد شريف حصل لفرص عديدة حركاته تبدو جيدة لكن في النهاية الفنش معرفش إيه اللي حصل محمد شريف اللي كان قلنا عليه محمد شريف المخيف شاري حسين أنا عارف بحكم أننا نشوفته كتير شاري حسين مرنت معاه مرنت معاه فشادي يعني عنده حتة نومنزل تحت كويس عنده الهيدرز كويس قوي عنده المهارة العالية بس فكرة أنه هو دايما بيصعب على نفسه يعني فيه مهاجر بسريعة نفسه شاري بيحب يجيب لجوان الصعبة يعني تلو جيت استنى الفاتحة بتلاقيه حط 4-5 جوان هم الأصعب في الدوري ممكن استعادك سؤال بس بتجوابنيش إيجابة السياسية فاضل عشان هو استعاد المفادي بقى دم متيجل شوية مين كيساب أكتر؟ سيراميكا كروباترا بحكم دي السريان ولا الأهل بشديح سيكا؟ لا سيراميكا كروباترا بحكم دي السريان حلم مصر شريفة لا بتحسبش كده ماتحسبش كده هيقولك ليه؟ سيراميكا كروباترا خد لعيب عنده مواصفات خاصة قد نقصها جنب إيبوكا يعني إيبوكا لعيب دريبلينج وشويت والكلام ده فمحتاج حد درس محطة يسند عليه فأحمد ياسر هلين يعمل دي؟ الأهل عنده حسام حسن فعايز لعيب بقى يعني إضافة لمميزات شادي حسين إن هو بيشوت برجليل اتنين يعني جاي بجوال صعبة جدا السنة الفاتر وجوال حلوة يعني جوال حلوة مش صعبة بس حلوة كمان في فيوتشر في الماولين كذا جول بيشوت برجليل اتنين المبرارة ما كان يبقى الحلوة وبعدين ممكن يلعب عشرة وممكن يلعب تسعة ويلعب جناح ويلعب جناح ده مواصفات وده مواصفات فما قدرش أقول إن سراميكا خد أحمد ياسر ريان اللي سنه أصغر اللي عنده المستقبل والآهلي خد مزران لأ أنا مقصدش كده أنا أقصد إيه إن أحمد ياسر ريان جايلك جعان كورة وعايز يثبت نفسه فهيخش بسرعة وهو فعلا دخل بسرعة شاري حسين وصل إلى قمة الهرم مع سراميكا الوطرة فما كانش ينفه يقعد أكتر من كده وراح الأهلي عايز يثبت نفسه فالآهلي عنده البدائل جتير في حتة دي عنده تحدي أكبر عنده تحدي أكبر وش هايز بتنسبه عندي تحدي أكبر وراح مع فرقة هتلعب دورة أبطال أفريقيا وتاخد دورة أبطال أفريقيا وإن شاء الله وكان كويس أنا أصد إنه هو الأهلي كان عنده البدائل في الحتة دي إنما سراميكا الوطرة تكسب أكتر إنه هو جاب أحمد ياسر ريان في وقت هو محتاجه فيه أكتر عشان كده قلتلك سراميكا الوطرة اللي كسب أكتر لكن ما قلتش إن شاد حسين مش صفقة كويسة في الأهلي لا صفقة كويسة للأهلي لكن القيمة الأكبر من سراميكا الوطرة جاب أحمد ياسر ريان وده الأهلوية قبل أي حد تاني يا مقتنعين بيه مقتنعين بيه طبعا عظيم جيد